اخر 3 ايام في هذه السنة ان احنا نفتح شوية مساحات الامل مش بمعنى ان احنا نسيب الحياة الوحشة لكن لا اوزين نركز على شوية حاجات حلوة يعني انا بكل العشم اللي في الدنيا نفسي اطلب من حضراتكم حاجة الحاجة دي انه بلاش احباط وبلاش يأس في اليومين دول بلاش احباط وبلاش يأس واحنا داخلين على سنة جديدة خليها تبدأ كده سنة ربنا يكرمنا فيها طبعا مش بقول كده علشان حاجش فهمني غلط مش بقول كده طبعا علشان الجو بديع والدنيا ربيع والحياة في مصر وردي والسياسة فل والاقصاد عشر العشر لا خالص انا عارف ان الاجواء ملبدة بغيوم الحيرة والارتباك والفوضى والعشوائية يمكن كمان مفيش ميت حاجة على بعض بيحصلوا في البلد دلوقتي بشكل منظم يزرعوا في نفسك الامل اللي انا عاوزه لكن انا بقول لحضراتكم كده علشان على قد مساحات الامل قليلة على قد منتشار مساحات الاحباط والتركيز والسيطرة عليها ما بيجيبش غير احباط ويأس ودي امور ما بيجيش من قراءة خير بقول لكم كده علشان الاحباط واليأس دول بيعمون احيانا او بيعموا حضرتك كمشاهد عن رؤية الحاجات الحلوة الحاجات الحلوة حتى لو تدبرها وتأملها ونشرها هيساهم في تنظيف اجواء مصر السياسية والاقتصادية والرياضية من كل شيء وحش صدقوني ادي للحلوة حقه حتى لو صغير هيكبر ادي للوحش مساحته حتى لو كبير هيتوغل ويتوحش عشان كده احنا قررنا النهاردة ندي للحلوة حقه حتى لو صغير في السياسة مثلا انت بتشوف دلوقتي خناءات ورادح وتخوين وصراعات وبطء فيه القرارات الرسمية وقرارات متضربة وتجاوزات احيانا من الشرطة في حق المواطنين صح بس في نفس الوقت فيه مشروعات كبيرة بتحصل وفيه شباب زي الورد بيشوقوا طريقهم في الحياة السياسية علشان يخلقوا نخبة جديدة ومحترمة وفيه ملفات حصل فيها معجزة زي القهرابة مثلا والاهم من كل ده فيه عملية حرق او بمعنى صح عملية حرق بنار الهية بتولع دلوقتي في المنافقين والمتلونين والمطبلاطية بتكشفهم وتعارنهم قدام الكل في نفس الوقت فيه ضباط شرطة بيغطوا بتلاحيتهم ودمهم على تجاوزات زميلهم المتجبرين فبناش يأس علشان تقدر تدي للناس الحلوة دول حقهم عشان تخليهم نموذج الكل يبقى زيه في الاقتصاد فيه أزمات وفيه قرارات متضربة وفيه إدارة مش مفهومة لبعض الملفات وفيه رجال أعمال بيلعبوا المصالحهم بس بس في نفس الوقت فيه انت عاشة في قطاعات كانت ميتة وفيه أحلام مرتبطة بمشروعات جديدة وفيه مجال مفتوح لرجال أعمال وكيانات اقتصادية جديدة شابة وفيه رجال أعمال لأول مرة سواء مضطرين سواء حبين سواء حد زيهم بيخرجوا من شرنقة البنك نوت والأرباح وبيشتبكوا مع الواقع الاجتماعي سواء بتبرعات ومساهمات في مشروعات خيرية وتنموية فبلاش برضو قبل السنة الجديدة يبقى فيه يأسة علشان اليأسة يا ميك تشوف الناس دول وتشجعهم وتديهم مساحتهم وتخلوهم النموذج نركز أكتر مع الناس الحلوة عشان نخليهم نمازج نزيح بها الوحش في الرياضة كمان صحيح فيه شتمين وفيه مبتزين بيتصدروا المشهد وفيه عشوائية في اتحاد الكورة وفشل وفيه تجاه المستمر للرياضات التانية الفردية اللي بتحقق نجاح وفيه وزارة الشاب والرياضة مش قادرة تسيطر على الأجواء الرياضية وفيه أعلام رياضي وعي بعض الناس فيه اللي بتطلع تتكلم فيه لم يتجاوز أبدا وعي مرحلة طلبة الابتداء ويمكن أقل بس في نفس الوقت فيه أبطال بيحققوا إنجازات مهمة جدا في الطايكوندو وفي السباحة والسكواش وفيه محترفين مصريين بلغة الكورة كده بيخلقوا صورة حلوة لمصر بره في أوروبا فبلاش إحباطك من الشتامين ومبتزين الحكام والفاشلين في مجلس الإقدارات يهم عينك عن رؤية الناس الحلوة دي وتقدمها كنموذج مش عاوزين غيره في الإعلام برضو فيه ناس بتوع جهل ناس بتوع عفريت وجن وشواز وفضائح فيه وصلات رضح وتوليع خناءات وكل ده بيحصل عشان شوية شهرة ولائقات ومشاهدات وإثبات ذات لصالح أصحاب المصالح بس في نفس الوقت فيه ناس بتشؤ وبتحفر الطرق وأشكال جديدة للإعلام إعلام قايمة على نشر الوعي والسعادة واستعادة روح مصر بكل احترام وأدب والأمثلة كتير جدا من أول صاحبة السعادة للأستان أجوة إبراهيم لعدد كبير جدا لزميل أحمد فايق لناس كتير جدا بتقدم نمازج محترمة فبلاش تخلي يأسك من ردحين في الإعلام يعميك عن الناس اللي بيحفروا قنوات وصل إعلامية جديدة وشجحهم بأملك فيهم يمكن يكون هم النموذج اللي يقود فيما بعد ذلك قاطرة الإعلام في المجتمع فيه إنفلات فيه قصص مرعبة عن التحرش عن الاغتصاب الخناءات ما بين المصريين لكن في نفس الوقت فيه ألف قصة وقصة عن التكافل وأعمال الخير عن الناس الحلوة اللي بتتبرع بوقتها عشان تخدم المجتمع ده عن الشباب الحلو اللي بيعمل تجمعات وجمعيات صغيرة سواء حتى كانت صفحة على الفيسبوك علشان يساعد مجتمعه فبرضه بلاش تخلي يأسك من الناس الوحشة يلخبطك وما تشاركش الناس الحلوة دول في أمالهم فتخليهم النموذج اللي يقود قاطرة تطهير هذا المجتمع فيما بعد بص يا سيدي باختصار وبدون فلسفة إحنا للأسف ظهرنا للحيط وما فيش في إيدك ولا إيدي غير إننا نهزم الأحباب بالأمل الأمل في كل حاجة حتى لو كانت حاجات صغيرة مش بقولك ترضى بيها وتسيب الحاجات الوحشة لا بس أرجوك وسع مساحة اهتمامك بالحاجات الحلوة حتى لو كانت صغيرة يمكن تشجيعك لمشروع محترم يوسع مساحات الأمل ويغري الناس بظهور مشروعات جديدة يمكن دعمك لسياسي محترم أو إعلامي محترم أو رياضي محترم أو نموذج لجمعية أهلية أو شوية شباب محترمين في أي حي يفتح الباب لظهور لناس أفضل لأن القاعدة بتقول إيه لما الساحة بتبقى وحشة والناس كتير فيها محبطة خيروا الناس بيفضلوا أن هم يعتزلوا هذه الحياة وهذا المجتمع فعشان خطري عشان خطري رجاء شخصي لا يا سيدي روح طبطب على النماذج الكويسة وزقها وقفو ظهرها يمكن يمكن أخيار الناس اللي عادين في البيوت معتزلين وخايفين أن هم يشتبقوا مع هذا الواقع المرير يحصل لهم نوع من أنواع التشجيع أنه في ناس دي يوم حلوين موجودين في الساحة فيطلعوا يظهروا على النور الإحباط بيخلي كل تركيزك مع الوحش فبيحصل إيه؟ بيشتهر هذا الوحش ويكبر الأمل بيخلي كل تركيزك مع الحلو فبيفتح له مساحات ويخليه هو الصورة يخليه هو النموذج اللي الكل يتمنى يكون زيها سيدنا عمر بن الخطاب قالها من سنين كتير قوي قال نفس الكلام اللي فوق ده وبينصح المسلمين في كلمة صغيرة بيقولهم أميتوا الباطلة بهجرة يعني ديقوا على الوحش مساحات الدنيا علشان ندي للحلو فرصة للظهور الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن لله عبادا يميتونا الباطلة بهجرة ويحيونا الحق بذكره فأحيو الأمل حضرتك أحيو الأمل بذكر النماذج الحلوة افتح لها مساحات حلوة وزي يا أخي ما بتقعد تركز في منقشة ردح فلان وتشيير شتيمة فلان لفلان ركز كمان في تشيير ونشر نجاح فلان واحترام فلان لنفسه وهقولك نموزاجين الأول يخص النائب توفيعه كاشر بلاش تشغيل الدنيا بتوفيعه كاشر وكأن مصر كلها وقفة عند النائب المقتنع بإن هو نبي ومفجر الثورة والإعلانات فيها الغزو وشفارات والماسونية العلمانية مستخبية تحت عقب الباب ركز يا أخي في أنك تعرف الفرق إنك ما تخليش واحد زي الرجل ده يعمل الشوء عشان أنت تشيره وتنشره فبالتالي تشيره وتديله مساحة من مساحات الأمل ياخدها لمساحات الأحباط واليأس والجهل وقلة الوعي ما تخليش ناس زي دول نمازج دولي تعمل لك أحباط بسبب وجودهم العبث في الحياة السياسية بشوية الإنفهات والتنطيط اللي بيعملوها يعني ليه تبقى محبط وعندك ارتباك من توفيع كاشر اللي بيقدم نفسه دلوقتي كمعارض صنديد في الحياة والكلام المتناقض اللي عمال بيقوله دلوقتي رغم أنه سهلة جداً سهلة جداً أقولك أنه كل ده أنه واحد زي النائب توفيع كاشر كان عاوز حتة من الطرطة ولما لقى أنه نصيبه قليل وأنه إمكانياته توقفه عند حتة معينة قرر يهد المعبد ويلوش ويخون ويضرف بعمق البلد بدون دليل زي لما كان برضو بيلوش ويخون سياسيين وشباب محسوبين على الثورة لمجرد أن هم ضد مصالحه فالأول كان بيخون بتوع 25 نار لأنهم ضد مصالحه ومصالح وجوده ودلوقتي عنده استعداد يخون الدولة ذاتها لأنها عملا له سقف سقف المصالح يعني يا أخي لازم تعرف أنه زي لما فيه مصر فيه في مصر زي لما فيه في مصر نازل توفيع كاشر عندها استعداد تهد مصر كلها لو مصالحها ما تحاقتش فيه ناس غيره بتقدم ولادها ضحية عشان خاطر البلد تعيش بدون ما تاخد أي مصلحة يعني عاوز أقولك أنه في نفس الوقت اللي النائب عكاشر عاوز يدمر مصر أنه ما خدش مصلحته فيه أب النهاردة في الشرقية عند ولدين اتلع بهم الدنيا يعني اللي اتنين ضباط جيش من ثلاث شهور فقد ابنه الصغير اللي هو ضبط جيش ومات والنهاردة ابنه الكبير اللي هو برضو ضبط جيش توفاه الله وانا حسبه عند الله شهيد يبقى بزمتك كده بزمتك ونور عينك يا أخي ليه تركز مع اللي زي عكاشر واللي زي ودول وهزلياتهم لما ممكن تركز في نشر وتأمل وتدبر قصة زي بتاعة هذا الأب الشرقاوي وتاخد منها كوة وإرادة وأمل في أني في ناس في البلد دي عندهم من الإخلاص اللي خليك تحلم ببلد أفضل قدل ميمة صحة أفضل للزابط اللي مات النهاردة لابوه اللي قدمه ولاده الاثنين في داء لهذا الوطن ولا مع واحد بيهزي اعقلها كده اعقلها وتوكل وأنا واصق إنك هتساهم في نشر النموذج التاني طيب بلاش النموذج ده وأرجوكو كمان ادعو لهذا الأب إنه ربنا يصبره ويطرطب على قلبه علشان يعني المصاب بتاعه جلل بلاش النموذج ده شكرا